لا إله إلا الله 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 حدو أخرى لا إله إلا الله الله الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد دائما الزوايا أساسها تربية والتربية سمو وتهذيب حتى نصل إلى الصورة التي ترضي لها تبارك وتعالى وكلما كان المنهاج أصوب كلما كانت التربية أجدى وهذه الزاوية المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدها بركات وأن يزيدها أنوار في كل ملتقى في كل عام تتحفنا بموضوع جديد تحتاج إليه الأمة وكان من فضل الله تبارك وتعالى علي أن دعيت في هذا الملتقى لأشارك بهذا الموضوع الذي شرفني الله تبارك وتعالى بالعمل في ساح آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في المنتسبين إلى هذا الطريق صدقا ووفاء وإخلاصا وأنوارا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شيخنا وأن يحفظه وأن يبارك في هذه الزاوية وأن يحفظها وأن يجعلها دائما محلا ومحطا للأنوار وأن يجعلها دائما منطلقا لسمو ورقي تربية وتهذيبا تأسيا بالحبيب صلى الله عليه وسلم وبآل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يدوم مدد الأنوار وحتى يدوم الوصل بالحبيب المختار فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم أما بالنسبة للموضوع الذي شرفت به فهو شرف لكل إنسان أن يقرأ عن آل البيت فما بالك بمن يتكلم عن آل البيت لأن الكلام عن الجميل جميل والكلام عن المحبوب محبوب والكلام عن المطلوب مطلوب فكيف بمن أغنان الله تبارك وتعالى عن كل كلام في حقهم لأنهم استمدوا من الحبيب صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى كفى كل متكلم زمرة الكلام بأن قال في الكتاب الكريم إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فمن طهره الله فلا كلام بعد كلام الله غاية الطهر والكرم والشرف شكر الله لكم أن شرفتموني بهذا الموضوع وأن شرفتموني قبله بالحضور فنسأل الله تبارك وتعالى أن تدوم لكم هذه الأنوار وأن نقتبس دوما من هذه الأنوار وأن يبارك في شيخنا وفي أبنائه وفي كل العلماء الذين من أدبهم سموا نفسهم فقراء فنسأل الله أن نكون معهم من الفقراء وصلى الله على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة من كن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النسائهين اتقيتون فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقلنا قولا معروفا وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكم وقلنا معروفا ولا تبرجن تبرج جاهلية لولا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا كثيرا مدح أهل بيت نبيه فقال في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لآل البيت عز لا يزول وفضل لا تحيط به العقول وإجلال ومجد في تسامي وقدر ما لغايته وصول وفي التنزيل بالتطهير خص ومتحهم به شهد الرسول كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول ونصل ونسلم على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسديما كثيرا أما بعد أيها الجمع الكريم من الجمهورية المصرية الشقيقة حل ضيفا كريما بالزاوية البلقائدية فضيلة الشيخ الدكتور الشحات العزازي حاصر على شهادة الدكتوراه في الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف وإمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية كما هو حاصر على دورة المتشرعين الأولى بضائرة الإفتاء المصرية يجلس إلينا الساعة ليلقي على مسامعنا درسا من الدروس المحمدية موضوعه سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها مدرسة التربية النبوية فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتفيض وبشكره تكثر النعم وتزيد وبفضله تتنزل الرحامات على العبيد الأمر أمره والملك ملكه والحكم حكمه والقضاء قضاءه والكل عباده ولا يخرج شيء عن سلطانه وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال قائل يتمدح حضرة النبي مخاطبا آل بيت النبي يا آل طاه لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم طاه البشير وله أسماء أربعة محمد أحمد هادي ومعتصم وله على وجنتي خديه أربعة الورد والياسمين ثم الآس والعنم أنطقت لرسول الله أربعة الضب والضبي والثعبان والصنم آمنت برسول الله أربعة الإنس والجن ثم العرب والعجم لولاهما كان في الإسلام أربعة حج ومنا ثم بيت الله والحرم صلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الزاوية الكريمة شيخاً وأبناء الجمع الكريم علماء وفقراء حياكم الله وبياكم ورفع بكم منارات الحق وعلامات الهدى دروس انتقلنا فيها من درس إلى درس ومن عبرة إلى عبرة فلما تمت معالم المدرسة كان لابد أن نتكلم ختاماً بالحديث عن المدرسة فإذا تمت المدرسة فليس بعد تمامها إلا الرجوع إلى الله وكأني بهذه السلسلة المباركة من الدروس لهؤلاء العلماء الأجلاء الذين شرفني الله تبارك وتعالى بأن أكون لهم تلميذاً ومن كرم هذه الساحة الكريمة أن جعلوني معهم مشاركة فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في من دعا ومن ضيف ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم جميعاً إذا أردت أن تربي فأنت تأتي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم لتستقي منه للتربية منهاج فكيف إذا كان المربي رسول الله أنت إذا أردت أن تؤسس بيتاً رجعت إلى البيت النبوي تأخذ منه مثلاً وعبرةً وأسوةً وقدوة فكيف إذا كان الحديث عن بيت رسول الله إذا أردت أن تتحدث عن شرف وكمال فكلنا يسعى بالتربية والتزكية ليصل إلى الكمال فكيف نقول عن تربية من كان للكمال كمال السيدة فاطمة الزهراء ككل بنت في هذه الحياة لها زمان لها مكان لها حال إن تم لها كل شيء فلها والد ولها ولد لها زوج ولها عيال إذا جئنا إلى بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل السيدة الزهراء وما سميت الزهراء إلا من جمالها فإذا أردت أن تتكلم عن جمال الأشكال فقد كانت للشمس في ضوئها مثال وإذا أردت أن تتكلم عن جمال الأحوال فهي أم أبيها عليه السلام وإذا أردت أن تتكلم عن الختام فأول من ستر من هذه الأمة بين الأنام السيدة فاطمة الزهراء ولدت مع ميلاد البعثة المحمدية فكأنه كان لها مع الحق ميعاد وكأنها خرجت للدنيا مع مشرق أنوار الحبيب المختار والله تبارك وتعالى أراد أن يأتي لها بالكمال من أم هي كاملة في النساء ومن أب هو ختام الأنبياء صلى الله عليه وسلم ثم ولدت في أم القرى في مكة المكرمة بين زوجين رسول يوحى إليه وأم تقول لها ملائكة السماء إن رب العالمين يسلم عليك من علياء سمائه فسلام وأمان على أمنا الزهراء عليها السلام ولدت مع بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما تحدث الرواه إن الولد إذا كان في كنف أبيه ورعاية أمه يشب على أخلاق أبيه وآداب أمه فإذا جئت إلى أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاسمع إلى رب العالمين يقول لخير المرسلين وإن لك لعلى خلق عظيم وإذا أردت أن تعرف أخلاق السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فهي التي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد رحيلها آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها وكان لي منها الولد دون غيرها من النساء فإذا أردت أن تعرف مقامها ففي قلب الحبيب مقامها لأن النبي قال للدنيا كلها إني رزقت حبها هذه السيدة فاطمة الزهراء أباً وأمّاً فمن هي أخاً وأختاً أخوها القاسم الذي كني به الحبيب صلى الله عليه وسلم فإذا ذكر النبي قيل أبو القاسم وعبد الله الذي لقب بين الناس بالطيب والطاهر فإذا جئت إلى البنات فزينب وإذا جئت إلى زوج عثمان فرقية وإذا جئت إلى أختها ورفيقتها ومن خلفتها فأم كلثوم أو أم كلثوم ورقية بنات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم كانت رابعة البنات فاطمة وجاء بعدها من أبناء الحبيب صلى الله عليه وسلم إبراهيم بن مارية القبطية ولنا نحن المصريين معها حال لأن بداية صلة المصريين بالأنبياء إبراهيم وتمام صلتنا بالأنبياء إبراهيم فكأن المصريين بين البدء والختام إبراهيم السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها نشأت في كنف أمها فارتضعت منها آداباً وأخلاقاً وكمال وليس في الدنيا إمرأة أخذت الكمال من الكمال إلا فاطمة فهي كاملة وأمها كاملة وأبوها أكمل العالمين ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه نشأت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام فربيت على عين الحبيب صلى الله عليه وسلم يداعبها ويلاعبها وفي بيئة تأد البنات وترى إن جاب البنات عار يقوم المختار صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة عليها السلام قادمة من بعيد يقوم لها ويفرش لها رداءه ويتبسم في وجهها ويقول مرحباً بأم أبيها في هذا الجو من التربية نشأت وكما قال أحد الكتاب نشأت في بيئة جد واجتهاد ما رأت أباها إلا يصلي ولا رأت أمها إلا وتصلي فهو بيت يتنزل فيه القرآن بيت يتكلم فيه الرحمن بيت ضيفه في الناس أو في الملائكة جبريل وفي الناس أبو بكر الصديق ربيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم وابنته وحبيبة الحبيب وقرته تعلم الدنيا كلها الكمال فزوجها الله تبارك وتعالى لعلي سيد الرجال السيدة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها لما شبت عن الطوق كان من قدر الله تبارك وتعالى لها أن ترى أباها يدعو إلى الله فلا تسمع إلا الخير والقرآن لكنه من تمام ابتلاء الله واختباره لها أن ترى ثلة من المشركين يناصبون أباها العداء فترق لأبيها وهو وصية أمها على صغر سنها كانت أمها توصيها بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى حار المؤرخون والمؤلفون أهي بنت أبيها أم هي أم أبيها لأنها كانت تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في الرعاية والعناية كما تعامل الأم ولدها لا كما تعامل البنت والدها لأن الله تبارك وتعالى قضى وقدر أن يكون أبناء النبي صلى الله عليه وسلم في مستقبل الزمان من فاطمة فكأن هذه الزهراء عليه السلام قدرها على مر الزمان أن تكون حاملة عبئ هذه الأسرة إذن فهي مورثة الأنوار إلى قيام الساعة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها وعليها السلام ترسل من يأتيها بأخبار النبي شفقة وخوفا وحنوا عليه فيأتي لها من يقول لها إن هناك من يتطاول على رسول الله يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كنا يوما عند الكعبة فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا بالملأ من قريش عليهم لعنة الله وقد تآمروا على رسول الله من يأتي بفرث جذور قد نحرت فيلقيه بين كتفي رسول الله فيأتي الأشقى منهم فيضعه على كتف حضرة النبي يقول سيدنا عبد الله بن مسعود ولو كان لي ما يمنعني لدفعت عن رسول الله فيذهب ذاهب إلى الزهراء حدث لرسول الله كذا وكذا فتأتي مسرعة فتمسح عن ظهر أبيها عليه الصلاة والسلام فيرفع النبي رأسهم فإذا بها تبكي فيقول لا تحزني يا بني فإن الله ناصر أباك الولد في هذه السن يحتاج إلى أن يحمى لا أن يحمي فلما رأت بعينها ما يتطاول به المشركون على أبيها وهو رمز الحماية عندها إذا بالنبي يلجئها إلى الحماية الأعلى إلى رب العالمين تبارك وتعالى وهكذا ينبغي أن نربي يا أبناءنا إذا عز النصير فالله ناصر إذا غاب الحافظ فالله حافظ إذا عز عليك المؤدب فالله لك ولبنيك مؤدب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يربي السيدة فاطمة الزهراء ويريد أن يعلمها كما ذكر الإمام الصيوطي أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل السيدة فاطمة لتكون في عناية ورعاية أم هانئ بنت أبي طالب بنت عمه وكانت تكتب وكان لها علم فكانت ترعاها وتتكفلها وتعلمها فلما كبرت شيئا أرسلها إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وكانت في ذلك الوقت ما زالت عند أبي سلمة تقول كما ذكر الإمام الطبري في تاريخه تقول فوالله كانت آدب مني وأعلم مني بالأمور فكأن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام لها مصدر من العلم تستقي منه فكأنه وحي أو إن شئت فسمه إلهاما وعطاء من الله تبارك وتعالى لأن القلوب إذا صفت كانت محلا لتنزل الأنوار فكيف إذا كان قلب الزهراء بنت المختار صلى الله عليه وسلم يهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم وتلحق به السيدة الزهراء فإذا بالجو يتغير في مكة كثيرٌ كافرهم قليلٌ مؤمنهم في المدينة يحوط النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان يحفون بالحبيب فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه يأمره الله تبارك وتعالى بالجهاد فيجاهد فترى أباها وترى المؤمنين معه يخرجون للجهاد في سبيل الله وتتمنى لو كانت معهم حتى ترى نصر الله تبارك وتعالى على أولئك الذين كانوا يتطاولون على رسول الله فيأتي وعض الله بيوم الفرقان في بدر ولكن يتغير الحال في أحد ويأتي اختبار الله تبارك وتعالى فيعوذ الحبيب صلى الله عليه وسلم جريحاً الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أصابهم ما أصابهم تواترت الرسل إلى أهل المدينة فكان في أول من طار إلى موقع المعركة السيدة فاطمة الزهراء فاستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بها تطبب النبي صلى الله عليه وسلم وكأني بربيبة الأنوار مطببة القلوب تنقلب بأمر الله إلى مطببة للأبدان فتصير طبيبة لخير إنسان صلى الله عليه وسلم فتريد أن تطبب جرحاً نبي فلا يندمل الدم لا يسكن الدم فتحرق حصيراً فتضعه فيسكن الدم فيتبسم الحبيب صلى الله عليه وآله وأصحابه وكأنها رأت في هذا علامة من وعد الله تبارك وتعالى بين انتصار واختبار تبلغ مبلغ النساء ويأتيها الخطار فتعالوا إلى تربية تربت في كنف رسول الله إلى مدرسة التربية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مربي والذي رباه هو الله أدبني ربي فأحسن تأديبي فإذا كان المؤدب من الله مؤدب وجدت من تربى على يديه خير مؤدب السيدة الزهراء عليه السلام تبلغ مبلغ ويأتيها من أكابري ووجهائي المؤمنين من يأتي حتى في بعض الروايات ذكرت أن أبا بكر ذهب ليخطب السيدة فاطمة أي رسول الله أنا من قد عرفت إسلاماً وصحبةً وهجرةً وإني أريد أن أتزوج فاطمة رواية تقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت كبير وهي صغيرة ورواية تقول فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب بشيء وكذلك فعل عمر وسكت رسول الله ولم يجب بشيء وسيدنا علي في بيته تقول له مولاة من مواليه أيا علي إن فاطمة تخطب قال أو تخطب قالت نعم وما تريدين مني قالت اذهب إلى رسول الله قال أنا فقير ليس عندي ما أتزوج به وهذه بنت رسول الله يقول سيدنا علي رضي الله عنه وعليه السلام فما زالت ترغبني حتى خرجت فدخلت على رسول الله يقول ومن الحياء طأطأت رأسي في حضرة رسول الله فإذا نظر رسول الله إلي خفضت طرفي فإذا انصرف بوجهه عني رفعت رأسي فلما طال مني ذلك نظر النبي إلي فقال ما بك يا علي فسكت قال يا علي ألعلك جئت تخطب فاطمة ألعلك جئت تخطب فاطمة فقلت والذي بعثك بالحق نبيا ما جئت إلا لهذا قال أعندك ما تمهرها به قلت يا رسول الله أنت أعلم بحالي مني قال فأين درعك الحقمية التي أهديتك إياها قلت هي عندي يا رسول الله قال أحضرها فأحضرتها قال ادفعها إلى فاطمة فهي مهرها فكان مهر بنت رسول الله هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهزها الحبيب صلى الله عليه وسلم وجمع الناس ودعاه وفرح أصحاب النبي فأعدوا وليمة وقام الحبيب صلى الله عليه وسلم تقول الرواية فقام النبي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن علي جاء يخطب فاطمة وإن الله أمرني أن أزوج علي لفاطمة فلما تمت الزيج المباركة ودخل إلى بيتهما إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما لا تحدث شيئا حتى آت فلما انصرف الناس من ضيافة رسول الله جاء النبي إلى العروسين فشرب ماء ومجه على الزهراء من أمامها ومن ورائها وكذلك فعل بعليه وقال بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وأخرج منكم الكثير الطيب فكان هذا الكثير الطيب حسن وحسين وزينب سمعنا من أحد شيوخنا مات من قريب رحمه الله سمعتها منه يقول إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عندهما في ليلة عرسهما لحقه علي ليشيعه ولما عاد وقف في سدة الباب فإذا بالزهراء تصلي فلما انتهت من صلاتها وقبل ذلك لما أراد النبي أن ينصرف بكت فارقت بيت أبيها وكذا بعض البنات إذا فارقت بيت أبيها إلى بيت زوجها في قلبها حنين إلى أهلها فتبكي حنينا إلى أهلها وشفقة مما سيأتي في مستقبل الأيام من البيت الجديد الذي ترجو من الله أن يكون بيت خير فتسيل دمعتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا فاطمة فقد زوجتك الأقدم إسلاما والأكثر علما والأعرف بالله لما وقف سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه في سدة الباب وهي تصلي وكأنها طولت فلما انتهت من صلاتها قال يا فاطمة أرغبت عني زوجاً قالت نعم الزوج أنت يا علي قال فلما تركتني وما كثت تصلي مع أن حقي فرض وصلاتك نافلة قالت يا علي أنت في الدنيا لي أنيساً وجليساً نشأت الزهراء عليها السلام في مدينة رسول الله كلما أقبلت على النبي تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا جاءت فاطمة من بعيد لا تخطئ مشيتها من مشية رسول الله شيئاً أشبه الناس برسول الله سمتاً ودلاً وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رآها من بعيد قام لها وهش لها وفرش لها رداءه وقال مرحباً بأم أبيها وكان إذا خرج من سفر إلى سفر يخرج آخر ما يرى من بيوت المدينة يدخل فيسلم على فاطمة وأول ما يرى بعد المسجد أن يدخل مسلماً على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حتى إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحتكمن إليها إذا حدث نزاع بين أمهات المؤمنين واستعصى ذلك كنا يدخلنها فيه حدث مرةً بين أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن مساجلة استدعى الأمر أن ترتفع إلى رسول الله من يتوسط السيدة فاطمة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة تقول السيدة عائشة في هذه الرواية فدخلت علي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت مرطي أو لحافة فقال يا فاطمة ألست تحبين ما أحب؟ قلت بلى يا رسول الله قال فأحبي هذه وأشار إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأحبي هذه تقول فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لا أكلمه في شأنها بعد ذلك بسوء أبدا وعادت إلى أمهات المؤمنين وحكت لهن ما حصل فقل ما نظنك أغنيت عنا شيئا فذهبت السيدة زينب قالت السيدة فاطمة تقول لأمهات المؤمنين لا أكلم رسول الله فيها بعد ذلك أبدا إن رسول الله يحبها وكانت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقارب الزهراء في السن فكان بينهما ما يكون بين البنات غالبا من ملاعبات أو فكانت السيدة عائشة تغار من أمنا خديجة تقول ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة وإني لم أدركها من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها في الرواية أنها كانت تقوم مناظر بينها وبين السيدة فاطمة الزهراء فتقول لها أيا فاطمة تزوج رسول الله أمك وهي ثيب وتزوجني أنا وأنا بكر فكأنها وجدت في نفسها شيئا فذهبت إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا إلى مدرسة التربية هنا مشكلة بين زوجتي وابنتي ماذا أفعل فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي يا رسول الله ألا ترى إلى عائشة تقول لي كذا وكذا وكذا قال إذا قالت لك ذلك مرة أخرى فقول لها وأمي تزوجت النبي وهو بكر وتزوجتيه أنت وهو ثيب أدب ولطف في هذا البيت النوراني لكن هذا البيت بيت إيمان ودين يعلم الدنيا كلها وليس بيت طرف ونعيم وإن كان متاحا لو أرادوا وإن كانوا لو أرادوا ملكوا الدنيا كلها وسادوها فكانت الزهراء رضي الله عنها وأرضاها تعجن عجينها وتخبز خبيزها وتنظف بيتها بل وتدق النوى لتعلف فرس زوجها كانت تقوم في مهنة بيتها فرأى سيدنا علي يوماً أثر المشقة عليها فقال أيا فاطمة لو ذهبت إلى رسول الله فقد علمت أنه قد جاءه رقيق يخدمك واحدة فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلست عند رسول الله فكأنها استحيت غلبها الحياء فقامت ولم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى النبي من مجلسه ذهب إلى بيت ابنته فلما أراد علي والزهراء عليهما السلام أن يقوم من فراشيم قال مكانكما ودخل النبي بينهما قال جئت يا بنيتي ولم تطيل فقال علي أي رسول الله إن فاطمة جرت بالرحة حتى أثرت في يدها واستقد بالقربة حتى أثرت في عاتقها وطبخت بالنار حتى اغبرت ثيابها وعلمنا أنه قد جاءك خدم فقلنا لو أرسلت إليها خادمة تخدمها فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من ذلك قال دلنا يا رسول الله قال تسبحان ثلاثا وثلاثين وتحمدان ثلاثا وثلاثين وتكبران أربعا وثلاثين إذا أويتما إلى فراشيكما فهو خير لكما من خادم ولما تغير الحال واتسعت الدنيا جاءت الزهراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل معها جارية من النوبة من مصر تسمى فضة أو فضة على خلاف النطق فيها تخدم السيدة فاطمة وجاء النبي معها جاء النبي يقول يا فاطمة خفف عنها وأحسني إليها وأكرميها واستوصي بها خيرا فإن بيت النبوة وإن الناس ينظرون إلينا قالت يا رسول الله إن شئت كفيتها العمل يوما واستخدمتها يوما فقال النبي لها جزاك الله خيرا فلما رجع الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا بالزهراء تقول للخادمة اقسم العمل بيننا أتخبزين وتعجنين أم ماذا تريدين قالت بل أخبز وأجمع الحطب فكان هذا عملها رضي الله عنها وأرضاها تقتسم العمل مع الخادمة أنجبت الحسن والحسين وزينبا وأم كلثوم ومحسن محسن مات صغيرا الحسن رضي الله عنه وأرضاه وعليه السلام كانت تلعبه بأبي شبيه النبي لست شبيها لعليه حتى إن الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد أن رحلت الزهراء إلى ربها وكان الحسين قد بلغ الثامنة من عمره وضعه على كتفه وقال ألست أنت الذي قيل لك بأبي شبيه النبي لست بشبيه علي قال نعم وجعل يضاحكه ويمازحه وكانت السيدة فاطمة الزهراء مع ولديها الحسن والحسين وزوجها علي رضي الله عنه وأكرم الله أهل البيت جميعا نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى مخاطبا الحبيب صلى الله عليه وسلم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن يمينه حسن وعن يساره حسين وأمامه الزهراء وخلفه علي فلما رآهم الوفد من بعيد قالوا أهؤلاء الذين تريدون مباهلتهم هذه الوجوه لو أقسمت على الله بزوال الدنيا لزالت هذه الوجوه لا يرد لها أمر وورد في معنى هذا أن بلالنا بن رباح رضي الله عنه وأرضاه لما لحق الحبيب صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى استأذن أبا بكر أن يسيح في أرض الله فقال له الصديق يا بلال أقم عندنا تصب منا ونصب منك قال يا خليفة رسول الله لا تطيب نفسي أن أقيم في بلد لا أرى فيه حبيبي كنت أقول لرسول الله الصلاة فلمن أقول اليوم الصلاة؟ قال قلها لي يا بلال قال لا أقولها لأحد بعض رسول الله مرة ومرة ومرة فقام له وعه على المنبر قال يا أبا بكر قال لبيك قال إن كنت إنما أعتقتني لنفسك فأنا معك حيث تريد وإن كنت إنما أعتقتني لله فدعني أذهب حيث أريد فقال والله إنما أعتقتك لله فذهب إلى بلاد الشام ومضى أبو بكر إلى ربه حميدا وتلاه الفاروق أميرا فنام بلال في ليلة من الليالي فرأى رسول الله في نومه يقول له يا بلال ما هذا الجفاء قالوا أي جفاء يا رسول الله قال منذ كم لم تزرني يا بلال زرني يا بلال فجهز راحلته وأحث السير إلى مدينة رسول الله فلما وصل إن كفأه على القبر الشريف يمرغ وجهه في الطراب ويبكي حتى بل لحيته وبل الأرض فلما رأاه وجهاء الصحابة قالوا يا بلال أذن لنا اليوم قال لا أؤذن لأحد بعض رسول الله فأمره عمر قال يا بلال أنا الأمير آمرك قال لا أؤذن لأحد بعض رسول الله فجاء الحسن والحسين عليهم السلام يا بلال أذن لنا كما كنت تؤذن لجدنا قال سمعنا وأطعنا فصعد على الدار فلما قال الله أكبر أنصطت الآذان فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله خشعت القلوب للواحد الديان فلما قال أشهد أن محمد الرسول الله خرجت العواتق من الخدور فما أتم الأذان حتى امتلأ الطرقات المدينة ما بين بكاء كلهم يقولوا بعث رسول الله فلما انتهى بلال من أذانه أراد عمر بن الخطاب أن يلطف المكان فقال يا بلال أمرك وأنا الأمير وتأبى ويسألك وجهاء الناس من المهاجرين والأنصار وتأبى وتسمع كلام صبيين صغيرين قال يا عمر هذه الوجوه لا يرد لها أمر إنهم أبناء رسول الله لما أدرك الحبيب صلى الله عليه وسلم الوفاة وفي مرضه الذي لقي فيه مولاه جاءت السيدة فاطمة فأراد أن يقوم لها فما استطاع فأشار إليها فجلست عن يمينه أو عن يساره فلما رأى بكاءها وجزعها أشار إليها فانحنت عليه فأسر لها بشيء فزاد بكاؤها وعلى نشيجها فلما رأى ذلك منها أشار إليها فانحنت عليه فأسر إليها بشيء فضحكت وارتفع صوتها تقول الرواية فقلنا معاشر أمهات المؤمنين أو نساء النبي أَيَخُصُّكِ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ بَيْنِ سِرِّهِ أَوْ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِسِرِّهِ وَتَفْعَلِينَ هَذَا فَبِمَا أَسَرَّ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ قالت لَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ فلما مضى النبي إلى ربه تعترضها أمنا عائشة أقسمت لك عليك بما لي عليك من حق أن تخبريني قالت في المرة الأولى أشار إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة إن جبريل كان يعارضني القرآن كل عام مرة وإنه عارضني القرآن هذا العام مرتين وما أراه إلا قد حضر أجلي فاصبري واحتسبي فإنما أنا فرط لك فبكت فلما رأى شدة بكائها أشار إليها فقال إن جبريل أخبرني أنك أول من يلحق بي من أهل بيتي وأنك سيدة نساء أهل الجنة فلما حضرتها الوفاة وفي مرضها الذي لحقت فيه بربها استأذن أبو بكر ليزورها استأذن الصديق ليزور بنت رسول الله فقال لها عليه إن أبا بكر بالباب يستأذن بالزيارة قالت أتحبني أن آذن له هو بيته وهو الزوج أتحبني أن آذن له قال نعم قالت فأذن له فلما جاء جلس عند رأسها فحمد الله وأثنى عليه ثم قال والله ما أخرجنا من ديارنا ولا تركنا بلادنا ولا أنفقنا أموالنا إلا حبا لله وحبا لكم أهل هذا البيت وما أنبت الخير في قلوبنا إلا خير الله ثم خيركم والله لأنتم يا أبناء النبي أعز علي من ولدي ومن الدنيا كلها أرضيت يا بنت رسول الله عني قالت رضيت فاسترضاها قبل رحيلها فإذا بأسماء بنت عميس زوج الصديق تدخل عليها فتقول لها يا أسماء إني أكره أن تستر المرأة في حياتها وتكشف عند موتها قالت وما ذاك يا بنت رسول الله قالت إن المرأة إذا ماتت ووضعت على خشبتها وضعوا عليها ثوبا فربما جاءت الريح فكشفتها وربما حدد الثوب معالمها فما تريدين قالت أحب شيئا علي يسترني عن الناس فقالت يا بنت رسول الله كنا بأرض الحبشة وكانوا يصنعون شيئا يشبه هذا وجاءت لها بجريد فثنته على الخشبة قالت إذا أنا مت ففعلي بهذا فلما قبضت غسلها علي رضي الله عنه وأرضاه واشتركت معه السيدة أسماء وصلوا عليها قالوا في الرواية صلى عليها العباس كان الإمام وقالوا كان علي رضي الله عنه وأرضاه ثم حملوها فدفنت بالبقيع بمواجهة الحبيب صلى الله عليه وسلم وإلى جوارها دفن سيدنا الحسن فيما بعد فعاشت في حياتها تعلم الدنيا طهرا وأدبا وكرما وخلقا ومنها تستمد الأنوار وإذا ذكر الكمال فكمال أمنا الزهراء بنت الكاملة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها وعليها السلام وإذا ذكرت سلسلة الأنوار فكل أنوار الدنيا في يومنا هذا خرجت من السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها هذه مدرسة التربية لمن أراد التربية وهذا مثال الكمال لمن أراد الكمال وهذا نموذج الجمال لمن أراد الجمال رباها سيد الرجال وربت لنا سادة الرجال يصلون القديم بالجديد أنوارا من أنوار لأنهم أبناء النبي المختار اللهم بارك في شيخنا اللهم احفظه بحفظك وارعه برعايتك اللهم اجعلنا في معيته مع عبادك الصالحين اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وأسعده بأحبابه وأسعد به أحبابهم وبارك في أبنائه وبارك في هذه الزاوية وفيما تفرع منها وفي من زارها وفي من تتلمذ عليها وفي من أحبها وفي من شارك في هذا السعي ولو بكلمة طيبة واحفظ هذا البلد يا رب العالمين آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً دار عدلٍ وإيمان وسلامةٍ وإسلام وسائر بلاد المسلمين شكر الله استماعكم وبارك لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا للمشاهدة 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 للمشاهدة